كان منتخب كوريا الجنوبية ضيفاً ثقيلاً للغاية على مضيفه اللبناني حيث تفوق شكلاً ومضمون ونتيجةً بثلاثية نظيفة وساهمت بعض الخيارات المستغربة من قبل الجهاز الفني في قصاوة المشهد المباراة أقيمت على ملعب صيد البلدي ضمن تصفيات المشتركة لكأس العالم وكأس آسيا وحضرها نحو ثمانية ألاف متفرج تحد العوام الملاخية الحارة التي يعيشها لبنان المنتخب الكوري العملاق المدجج بنجومه المحترفين تفوق منذ البداية أمام شكل دفاعي غير منظم فاستحوذى وسيطر واستفاد من أخطاء بدائية وسجل هدفين مكيرين بوسطة يانج هيونسو وعلي حمام بالخطأ في الشوت الثاني أجرى المدرب المونتينيجري رادولوفيتش تغييرات حسنت شكل المنتخب الأرز ومنحته عدة فرص للتسجيل إلا أن سذاجة الأخطاء في الخط الخلفي منحت الضيوف هدفاً ثالثاً وقعه كوان شانج هون خسارة ربنان وضعته في مركز الثالث في ترتيب المجموعة السابعة لتصفية كأس العالم وتصفية كأس آسيا برصيد ثلاث نقاط متأخراً بست نقاط عن كل من كوريا الجنوبية والكويت ترجمة نانسي قنقر